اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برامجكم حديث عراقي قبل أيام تحدث وزير المالي الحالي حديث طبعا نعرفه جميعا لكن عندما يتحدث فيه مسؤول يعني يكون وقعة يعني عليهم مثل ما يقولون وزير المالي الحالي يقول أو يعترف بأن لدينا حاليا سبعة ملايين موظف يتقاضون رواتب من الدولة العراق نفوسهم يتحدثون وزارة التخطيط والدولة وكل العام يقولون نفوسنا أربعين مليون سبع ملايين يتحدثون عنهم يعني ربع سكان العراق هم من الموظفين ما هذه الكارثة؟ هل هذا جيد أم هذا يعني فعل كفر في قوانين الإدارة وإدارة الدول وحكم الناس وتصريف أعمالهم والاهتمام بشؤونهم هذا هذا واحد من الأشياء ذلك التجربة هذه في العراق من 2003 لحد الآن تجربة بائسة معيبة مدمرة مخربة للعراق مستنزفة للعراقيين سبعة ملايين كيف حصل هذا؟ كل أحزاب العملية السياسية وكل قواها صارت متحكمة من مؤسسات هذه التي أمريكا حلت كل المؤسسات العراقية وعادت بنائها مثل ما تريد بالفوضى والخراب والدمار والسياسات العشوائية وبالتالي أعطيت لهذه الأحزاب التي سيطرت على العراق وكل هذه القوى والميليشيا الحق في أن تتحكم بكل شيء ومنه تتحكم بالوظيفة فظهرت الوظيفة مصدر لتعيين كل أتباعهم لكي يتقاضوا رواتب ومصدر لكسب الأصوات في الانتخابات يعني كم أعين لك وقد تجيني أصوات بالانتخابات هكذا يقايضون بهذا الشكل وبالتالي لا يهم عند شهادة ما عند شهادة وين يروح بالمكان المناسب غير المكان المناسب لذلك كل الدراسات كل الاستبيانات تؤكد أن الموظفين هؤلاء الذين سبع ملايين واحد هؤلاء يعني لا يعمل كل موظف أكثر من سبع إلى ثمان دقائق قوميا يعني الدوام ثمان ساعات هم يقولون أنه عدد ساعات الدوام فيه دوار الدولة في العراق ثمان ساعات يقولون هكذا لكن يعني زمن العمل الحقيقي لكل موظف لا يتجاوز السبع إلى ثمان دقائق في كل ساعة يعمل دقيقة واحدة ولاحظوا الهدر والدولة تحدث إذا كان هناك مفهوم للدولة لا توجد دولة لكن حكومة الكاظمية تحدث يقول أنه يعني خمس مليارات دولار إحنا شهريا بس نطره واتف طبعا عندما خفضت أسعار النفط وكانت واردات النفط لا تأتي إلا بمليارين ونصف أو ثلاث مليارات دولار شهريا كانوا يقترضون من الداخل والخارج يقترضون لذلك الديون التي على العراق وغالبيتها ما يسمى ديون سيادية هي العراق في ذمة العراقين سيدفعونها لكي يعني يسددوا الرواثف فقط أما استثمار وبناء وخدارة كذبة كبيرة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل مؤسسة الاقتصادية الرصينة عندما تتحدث لهم عن نظام اقتصادي جديد تقول لهم رشقوا هذه الدوائر أنه هذا الكم الهائل عندما تقول الدولة لديها صناعة ولديها زراعة هذه الأعداد من الناس التي توظفهم توظفهم في المصانع في المزارع في أماكن كثيرة من نشاطات كثيرة للدولة من نشاطات كثيرة للمجتمع القطاع الخاص وتحمل الناس لكن أن تكدس الناس في وظائح حكومية في مؤسسات دولة هذا العدد يعني ربما لا يحتاج العراق إلا أقل من 700 ألف موظف في كل العراق لكن لدينا 7 ملايين لا حوال فرق كارثة كبيرة الحقيقة هذه لم تحدث يعني لم تحدث في كل الدنيا الحقيقة يعني ثورة تشتريين عندما حصلت واحدة من من الصور المهمة التي يجب أن نتذكرها دائما عندما خرج الشباب واجهوا الميليشيات بالقتل وكذا كل الشعب العراقي كان مؤيد للثورة وكانت النداءات من هؤلاء الشباب للموظفين تعالوا وقفوا معنا كانوا يزورون ساحة التحرير وساحات الأخرى في المحافظات يزوروها يعني يؤيدون الناس لكن في وقت التظاهرات لا يعتون الموظفين لماذا؟ لأن الأحزاب متحكمة في الوظيفة متحكمة بالموظفين وصدرت تعميمات لكل الموظفين أنه من يذهب إلى التظاهرة سيفصل من وظيفته ويحرم من رواتبك والموظف بالتالي يقول لك يعني على لماذا أحمل نفسي هذه المسؤولية وإخسرات بي من أجلهم فلا يثب وبالتالي هكذا استطاع واحد من طرق قمع ثورة تشرين التي لن تموت أبداً وليستطيعوا قمعها واحدة من أساليب مواجهتها كانت هذه نعم واجهوها بالرصاص والقتل والميليشيا واحدة من أساليب مواجهتها كانت هذه لأنه عندهم سبع ملايين موظف فبالتالي تخيل أنت سبع ملايين موظف هؤلاء ينضموا إلى التظاهرات وغالبيتهم من الشباب يعني الكبار السن قلة يفترض خاصة إحنا شعب 65% إحنا شعب شعب العراق 65% من الشباب سواء النساء ورجال بنات وأولاد وبالتالي إذا منضم هذا العدد على لقى الخمس ملايين منهم ينضمون إلى التظاهرات لاحظوا ماذا سيفعلون لاحظوا الموجة الهائلة هل سيستطيعون تغيير نظامهم؟ لا يستطيعون هذه واحدة من النقاط الكبيرة فلذلك الوظيفة يعني وزارة التخطيط تقول أنه 40% من الموظفين لا يقدمون شيء إذا الرواتب التي يتقاضونها الحقيقة 95% من الموظفين لا يقدمون شيء وهذا الخطأ مو خطأهم يعني لا نستطيع أن نلوم من مواطن لأنه يبحث عن رزقه ورزق عياله ورزق أهله لا لأنه البلد في فوضى لا يستطيع أن تقدم شيئاً لا قانون لا ضوابط لا شيء الحقيقة التزوير في كل مكان عشوائية بالتعيين والعمل وهذه الوظائف العامة استعملت استعملتها قوة سياسية الكسب الانتخابي لاحظوا الوظائف الخارج سفراء وغير سفراء كلها جزء من هذه كلها جزء من هذه الخطة أو الطبخة المسمومة التي جاءت للعراق وصلوا إلى حالة أوصلوا العراق إلى حالة أن يحبي أو أن ينام كجثة عامدة بسبب هذا ماذا تفعل يعني الآن تطرد هذه الناس تسويهم هؤلاء كلهم بطالة مقنعة وهذا هو مفهوم البطالة المقنعة عندما عندك سبع ملايين موظف لا يعملون تقاضي الرواتب بس هذه كارثة كبيرة إذا منخفضها وإحنا ما عدنا غير مورد النفط يأتي أمور النفط جزء كبير من هذا بلا الفساد وجزء يذهب إلى الرواتب والرواتب الكثير منها ما يسمونه فضائيين طبعاً هذه سبع ملايين ربما يهب في وقع الحال بالكشوفات ربما عشر ملايين والغريب في الأمور أنه قبل فترة صدرتها صدرت تصريحين تصريح وزير المالية وتصريح وزير التخطيط يقولون فيها أنه لا يعرف عدد الموظفين في العراق وهذه كارثة كبيرة إذا كانت وزارة التخطيط لا تعرف عدد الموظفين وزارة المالية التي تصريح في الأموال لا تعرف عدد الموظفين تنظروا وتخيلوا كيف هو واقع العراق في ظل هذه الفوضى فوضى إدارية لا تخطيط لا تنمية لا بناء لا رؤية للحاضر والمستقبل هذه كارثة كبيرة حقيقة هذه الحلقة لا يتحمل حديثاً أكثر أترككم بخير وأنتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة